وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إمليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه بعدين شو يقول ربنا عز وجل خطابا لنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا هيك يا ابن آدم أنا كرمتك وأمرت الملائكة وإبليس أن يسجدوا لك سجودة تكريم حبيتك وأكرمتك ونفقت فيك من روحي وبعد ما كرمتك وطردت الشيطان من حظيرة رحمتي بسببك بعدها تأتي أنت تتركني وتتبعه الله شيء مؤلم فعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ينبغي للإنسان إذا قرأ هذه الآية يقول يا ربي والله أنا ما اتخذته نعم بدلا عنك ما اتخذته وليا من دونك لكنه ضعف إِنْ رَأَيْتُنِي مُنْسَاقًا إِلَى الْمَاصِي بِإِغْوَاءٍ مِّنْهُ فَذَلِكَ لِضَعْفٍ مِّنِّي وَسَرْعَانَ مَا نَعْمْ أُهْرَعُ إِلَى مِحْرَابِ الْعُبُودِيَّةِ لَكَ فَاقْبَلْنِي يَا رَبِّ اقْبَلْنِي يَا رَبِّ هذا الكلام اقرأه وأعده وانظر مشاعر الإنسان السوي لابد أن تهتاج بين جوانحه خجلا من الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجل ففسق عن أمر ربه شوفوا العتاب أفتتخذونه عتاب لطيف أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين وهم لكم عدو وهم لكم عدو لم تقفلك ثانية ولا حمية مغرور وخوان